في خمسية للرعاية الأخلاقية والدينية ممكن نعيشها مع أولادنا ودي اللي تعتبر الإجراءات اللي هنحاول نجربها مع بعض في حلقتنا النهار ده أول حاجة نساعد دائماً إن احنا نحافظ على فترة أولادنا بتوفير الأمان أول أمان ركزوا معي أول أمان لازم نحسوا بيه أولادنا أمان القبول فيكونوا في أمان من التكشيرة والوصمة والإحساس بالعار انت ملتزم انت انت عندك أخلاق انت ينفع كده لا خالص أكتر حاجة كسرت الوصمة ذلك الانداء الرباني على أصحاب الإسرف المعاصي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مفيش وصمة لو جئتاني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة اقبالوا أولادكم عشان يبقوا لما يغلطوا يكونوا عندهم مبادرة ويسرعوا للإقبال على الله لكن لما تحسسوا بالعار وتحسسوا بالوصمة يرجع لربنا زي هو وحاسس ان هو بقى ملوس ما يقدرش أنا أقول لكم سر بس أقول لكم سر أن الأيام دي بقى أتكلم معكم بجدل أن الوضع ما بقاش يستحمل أي تهاوة في بعض الأحيين بعض البنات وهم صغيرين بيحصل لهم يعيني وربنا سبحانه وتعالى يحفظ الكل أن هم يحصل لهم يتعرضوا لنوع من أنواع انتهاك الخصوصية اللي هو استلحنا على تسميته بالتحرش فمن كتر ما هي متعودة على أن أي غلطة عتتعمل عتحسسها بأن هي عندها وصمة وعار يبقى عندها بديل أن هي تحس أن هي اتلوست وخلاص وتفضل حياتها عايشة كلها كأنها ملوثة طب ليه؟ عشان احنا جاهزنا أولادنا أن هم يكونوا جاهزين لاستقبال الوصمات والعار خلوا أولادكم عندهم حسن أن هم يبقوا عندهم إحساس بالعار زودوا قبولكم لأولادكم ما بقول لكمش اقبالوا منهم كل أخطأهم لكن علموهم أن هم مقبولين محترمين هم مكرمين زيكم فهم محترمين في عينينا فيبقى عندهم أمان فبنحترم بعض في البيت حتى لو حصل فيه خلاف لو أنا شفت ابني بيعمل حاجة موديا على مثلا احنا عين محافظة وهو ابتدى يقول بأفكار الـ open minded التفكير المنفتح العقلية المنفتحة إيه اللي حصل أنا ما اعتبروهش ضاع ما بقاش خايف إني أو ابني لو ما بقاش زي أنا مش هبقى عندي قدرات إن أنا أسيطر عليه ما أعملش كده لكن أعمل إيه أتحلو إن هو يتكلم معاي وأعمل حاجة تانية لما أتحلو إن هو يتكلم معاي أقول له أنا قابل كمان لا ما كم متفاهمه بس تسمح لي فيه كلام من اللي إنت قلته أنا وإنت محتاجين نرجع فيه لحد عنده خبرة ما فيش مانع يبقى أول أمان أمان المسندة وأمان الاحترام أول أمان هو أمان أمان القبول وبعدين أمان الاحترام وكمان فيه أمان اسمه أمان السند إن احنا نبقى في ظهرهم وهو ده معنى الرعاية اللي إحنا قلنا عليها إن هو يحس إن أنت بظهره يحس إن أنت بتسمعه وبتحترم رأيه لما قلوب أولادنا يبقى تتغمر بالأمان فده أول الطريق عشان نحافظ على فطرة الهب إن يتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى معاه وإن ربنا سبحانه وتعالى يقبلهم لإن أولادنا أول ما بيتعرفوا على ربنا بيتعرفوا على ربنا من خلالنا إحنا من خلال معاملتنا معهم وتعاملنا مع بعض جوال أسرة فتوفير الأمان ده الأساس اللي بيبني في أولادنا أول لابنا فيه معاملتهم مع الله فمعاملتك مع ابنك معاملتك مع بنتك بالقبول بتحسسهم إن ربنا دايماً فتح لهم الأبواب أنا أقول لكم شعور أنتوا عارفين بس أنا عارفوا أكتر لإن ديش غلتي الأولاد اللي بتربوا إنهم في أي وقت ما ما حصلوا هيترموا في حضن باباهم ومموتهم مش هيقول لهم ابعد انت لابني وراء عرفك لكن اللي بيقوله تعالى يا حبيبي عن نصلح كل حاجة ما تخافش الشخص التاني ده أكثر تعلقاً بالله أكثر إحساساً بإن ربنا بيقبله وهو ده اللي يخليك تعرف سر قوله سر قوله تعالى وقد ربك قال لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يا أحسان ليه؟ لأن الوالدين دول هم اللي بيفتحوا بابنا على مين؟ على ربنا فدايماً استقبلوا معلومات أولادكم استقبلوا مشاكل أولادكم بإنتوا توسعوا صدوركم معاه وده ما نهك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي الحنين سهل كده ولين فحضرتك صلى الله عليه وسلم يهيئ القلوب للنصيحة مش بس بالأمان لكن كمان بفايد من الحنان شوف رسول الله هو جاي يكلم سيدنا معاز يأسس معاه يا معاز إني لأ أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى الرسول اللي علمنا إيه قبل ما تنصح عبر عن حبك هو دوة الحكمة والمواعزة الحسن حسنة ليه فيها جمال الحب تاني حاجة اوعوا تنقطعوا أبداً عن تكليم أولادكم عن ربنا وحسن معاملته معانا أننا نتكلم مع أولادنا عن ربنا في المواقف اللي بنمر فيها وكلموا أولادكم وانتم متلتحين قبل ما تكلموا أولادكم لما تحسى المشكلة كلموهم ومنا نكحين ومتفوقين زي ما تكلموهم ومنا بيحصلهم أي مشكلة وتعصف مستقبلهم كلموه عن رحمة ربنا وعن محبته لنا وعن تدبيره لكل حياتنا وكل تفاصيل في حياتنا بالكرم واللطف والعفو والبطح والسعة